الذي رقى فوق العرش صاحب الإسراء والمناج وسط دار بأيوب الأنصاري رضي الله عنه انزل يا رسول الله مندي الطاب قال لا على قال لا أيسر على من يزورنا دوصل المدينة وناس يفيدون عليه قال هذا أقرب من يزورنا ونحن هنا وجلس صلى الله عليه وسلم وبيتمهوا غرف كثيرة لدي غرفة تحت غرفة فوق بقي مصالح فإيش يصلح بالغرفة يطلع الغرفة اللي فوق قل كيف قوم أدب قوم ذوق قوم الاعتبارات عندهم كلها علوية خيرها باقي مشي عندهم ثقافة بايرة بايدة يقول كيف أمشي فوق رسول الله فين فرش النبي تأهد في الجانب هذا هو أهله يدخلوا من البيب وروحوا الجنب الثاني هنا ما يمشون في المكان الذي فوقه بينهم طابق لكن يمشي في الجانب الله ويمشون على أطراف أقدامه ويخافه أن ينزل أي أثر من التراب وغير من سقفهم إلى الغرفة التي فيها رسول الله ومرت أيام وهو يقول لنبيه يقول له أرفق بمن يزورنا ودمنت وضعه عليه الصلاة والسلام حتى كانوا في بعض الليالي وكأنها من ليالي البرد وعندهم فوق زير فيه ماء وسقط مكسر شال لو الثياب اللي يتغطون بها كلها من البرد ينشفون بها الماء خشية أن ينزل منه قطرة إلى المكان تحت فيه الحبيب نشفوه وثيابهم قعدوا في البرد مع دموعهم غطاء وما ناموا طول الليل أصبح يحدث النبي ما ترى أنا ما لقي قال له خلاص أطلع فوق نزلوا أهله إلى تحته وطلع صلى الله عليه وسلم رفقا بهم جلس تحت رفقا بالمؤمنين وطلع فوق رفقا بهؤلاء أهل البيت الذي نزل عندهم كان عبد خالص لله يجلس هنا من أجل المسلمين والرفق بالزائرين يطلع هناك من أجل خاطر ما يرتب لنفسه حتى مكان عبد خالص عبد خالص للرهاب صلى الله عليه وسلم جامع الخصائص صلى الله عليه وسلم هذا نبيكم ما أعلاه وما أرفع رتبته عند الله صلى الله عليه وسلم لكن غيروا يعلمونكم التنافس على المزايا الدنيا وقفز أنت وغيرك شل الأفضل محاله وطلع له نبيكم ما كان يفكر هذا التفكير كان يرفع بمستوى تفكيركم إلى ما هو أرقى إلى ما هو أبقى إلى ما هو أنقى صلى الله عليه وسلم فتعلموا منه وتذكوا بتذكيته يثروا عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة سيدنا أبو أيوب هذا يقول قدموا إليه العشاء رجعوا قال كنتو إذا رجع العشاء من عنده أتسابق أنا وأم أيوب على مواضع صابعه ناكل المكان قال فلما رجع لنا تلك الليلة العشاء ما رأينا أثر صابعه قال خفنا خفت جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تعشيت الليلة ما أكلت عشاءنا قال إني وجدت فيه أثر هذه الشجرة ثوم كان في البسل وإني أناجي من لا تناجون فكلوا عنتم أنا ما أقدر أكل قال سيدنا أبو أيوب قالوا هذا فراق بيني وبيني ثم ما عدد خل الثوم بعدها اليوضي وإلى دارنا وقله ولا عدد خل عرق بعد ذلك إلى دارهم من الثوم صار آلفين هذا من زمان ونحن طبيعتنا نحبه ثم مشي عند الصحابة هم أيضا عبيد هم أيضا خلص للحق قال وأنا أبتهم برع ولا عاد أحبه ولا عاد أشوفه حتى شهواتهم الذوقية الطعمية في الطعم العادية تتهذب هذه غاية هذه غاية كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجات إذا قوي إيمانك شفت القرب من هذه المعاني عليهم رضوهن الله تعالى شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة